نعم أعتقد أن الإيرانيين قلقون جدا من إعادة انتخاب دونالد ترامب لأن هذا الأمر وضع عليهم الضغط الكبير المرة الماضية وقتل سليماني أنت لن تستطيع تخمين ما الذي سيقوم به ترامب مستقبلا وأعتقد أن ما سيتوقعه الإيرانيين هو علاقة أقرب مع إسرائيل أفضل من العلاقة في زمن إدارة بايدن وهذا الأمر لا يتطلع له الإيرانيون الآن إذا حصل ترامب أو شارك في أوكرانيا أعتقد أن الإيرانيين سوف يخسرون الورق الرابح الموجودة لديهم مع موسكو لأن الآن إيران تبيع صواريخ مهمة ودرونات مهمة إلى موسكو أعتقد أن هذا واحد من العوامل الكثيرة التي قد لا توضح لنا كيف يمكن لترامب أن يقترب من هؤلاء الوكلاء أو حتى حزب الله في لبنان أعتقد أن جميع الفصائل لديهم قلق تجاه إيران ليسوا في موقف جيد الآن وبالتأكيد هم كانوا يريدون أن يستجيبوا لإسرائيل ولكن عارفوا أنهم إذا أطلقوا صواريخ إضافية إلى إسرائيل بأن الرد الإسرائيلي الأضخم سوف يأتي عليهم وأيضا الأنظمة المضادة للطائرات الروسية الموجودة في إيران على رغم من وجودها إلى أنهم قاموا بإطلاق النار وتدمير واستهداف بعض المناطق الإيرانية لهذا السبب أعتقد أن الإيرانيين بدأوا بالعودة إلى التكتيكات الإرهابية عن طريق قتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات مثلا الأسبوع الماضي هل تعتقد بأن إيران خلف ما جرى في الإمارات العربية المتحدة؟ أعتقد أن هناك فرصة كبيرة أعتقد أن هذه الأمور محتملة وكما نتوقعها ولكن يجب أن ننتظر الأدلة المثبتة ولكن يبدو أن هذه العملية تحمل عناصر الهجمات الإرهابية الإيرانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة